هنبدأ بإيه يا شف؟ بالأفوكاتو هنقشره بس أهم حاجة عشان نجيب صمرة الأفوكاتو لازم اجسها لأيها ترية هي الخضرة الغمق دي أحسن؟ الغمق دي بستويه لو انت هتجيبيها وعاجات استوي حطيها في مكان يكون دافي وغلا فيها بورقة زبدة وركنيها وتعد شوية وتعد شوية لكن عشان تستعمليها لازم تتأكدي وتقشريها زي ما انت شافت كده قدامك معينه عصير مش كده كده الفائدة مهلا عشان يستوي اديك الطعم اديك الطعم بتاع الأفوكاتو بديواش بممرارة ماشي نخد دقطة مهمة وبعد كده احنا محاودين كل يوم بنعمل نوع من العصير سموزي كلها سموزي على أساس التلج فيها تعال نشوف الأي صمرة أو اثنين من الأفوكاتو أحطها في الخلاط بتاعي قلنا لكل معلقة كل كوبات لبن معلقة من العصر الأبيض أو السكر عصر الأبيض اهو أو السكر وهنا احنا هنعمل كم كبات لبن خمس كبات بالتلج يعني هنحط أربعة والتلج معهم الخمس يبقى الخمس كده تمام تمام وبعد كده احط له التلج بتاعي وأما حاجة الخلاط بتاعي يا نميس يكون بيكسر تلج يكون بيكسر تلج والله ساعة 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 ساعتك إن شاء الله دخلي على الفطار واحنا قلنا انت بتاخد سوابين وادي اللبن يا ربا تمام ناخد سواب بس الكلام ده تاع الأفوكادو ده سموزي يتعامل قبل فطار بخمس دقائق اه صحة أهم حاجة يكون عندك التلاجة عشان التلج ما يدومش يكون عندك التلاجة فيها تفريزة بتاعك في تلج تلج مجروش كده تلشر الأفوكادو واتفاقنا لازم يكون طاري عشان طعمة تديله سكر طب مقالي ينفع تديله فانيليا ولا مش هتبع حلوة؟ يوم ممكن تديله فانيليا يعني يليق على الأفوكادو؟ يمشي معاه طيب تامع اللول الجميل يا جمالك يا مونين إيه الإبداع ده يا مونين ها؟ هاشوفه بس شوية أهم حاجة صوت الكلب يختفي اللي هو التكسير ده ها تمام؟ نعم معاك وزي الفل لو أنا عايزة أدخل من كده حط تلج زياد عايزة تلج تاني حطيك تلج تاني ها عشان يبقى سمودي سمودي أهو قلب على أس كريم كده قلب على سوربيه أهو إيه السوربي ده؟ سوربيه أفوكادو السوربيه هو الأس كريم بالفاك الأس كريم اللي في لبن اللي في لبن لكن اللي في فاك اسمه سوربيه أه كمين موسي موسي تعال يا ها بقى مبراحا بص يا لما يستلعي زي كسافة بتاعته عالية زي ما انت عايزة الله 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 تعملي العصير كل يوم مختلف وأهم بحاجة بقى الشياط العصير دولم مهمين جداً من الساعة الفطار بعد ما ترجع من الصلاة مهمين جداً بعد ما ترويح طيب بعد الصلاة ترويح تيديك طاقة وفايدة ثاني يوم زي وفايدة برضو زي ما انت قلت بيتخن مغزم يا ليه انت عارات حرارية طبعاً اللي عامل حضرتك دايت زي حضرتك كده مهم بيأكلوه على فكرة في الدايت بس بيحطوه على الصلاة كده بيبأ لذيذ نضيف عصر بدل السكر بالزبط كده عصر أبيض ببقى مش مدير